تمحصر مهمة الذكور في مستعمرة النحل بتلقيح الملكة فقط وتقضي كل الذكور وقتها داخل الخلية في الأكل فقط تنشأ الذكور من بيض غير مخصب تضعه الملكة في العيون السداسية التي يكون حجمها أكبر من العيون السداسية للشغالات ويحتاج البيض ثلاثة أيام لكي يتحول إلى يرقة وتستغرق فترة اليرقة تسعة أيام ونصف ثم تبدأ مرحلة الشرنقة إلى أن تخرج من العين السداسية وتستغرق أربعة عشر يوم ونصف وبذلك يحتاج الذكر لأربعة وعشرين يوماً ليكتمل نموه تحوي الخلية على مئات الذكور وحجم الذكر أضخم من حجم الشغالات ومن حجم الملكة ولكنه أقصر من الملكة لا تمتلك ذكور النحل آلة لسع وخرطومه قصير لذلك لا يستطيع جمع الرحيق يعيش الذكر من ثلاثة إلى أربعة أشهر ويكون الذكر جاهز لتلقيح الملكات بعد اليوم العاشر من عمره عند طيران الملكة للتلقيح تصدر طنيناً يسمعه الذكور المتواجدين في المنطقة وعلى مسافة كيلومترات حيث يتبعها الذكور الموجودين في المنحل الذي تخرج منه ومن المناحل المجاورة يلقح الملكة عادةً أكثر من ذكر ويموت الذكر بعد التلقيح بعد تلقيح الملكة وفي نهاية فصل الربيع لا يبقى للذكور عمل في الخلية سوى الأكل وبشراها وهذا لا يروق للشغالات الذين يقضون كل اليوم في جمع العسل لذلك تقوم الشغالات بالتخلص من الذكور بطردها خارج الخلية وكذلك تقوم بالتخلص من حضنة الذكور وتسمى هذه العملية مذبحة الذكور والنحلين يلاحظون ذلك بشكل واضح على مدخل الخلية أو يقوم النحال بنفسه بالتخلص من حضنة الذكور بعد التأكد من تلقيح الملكة لذلك فذكر في خلية النحل محكوم عليه بالموت فذكر النحل الذي يفوز بتلقيح الملكة يموت والبقين يقوم النحل بقتلهم هناك سبب آخر للتخلص من ذكور النحل وهو طفيل الفروى هو طفيل صغير يمكن رؤيته بالعين يفضل الأماكن المظلمة ويهاجم مستعمرات النحل حيث يمتص دم الشغالات والذكور وفي النهاية يؤدي لهلاك الخلية وهو يفضل حضنة الذكور أكثر من حضنة الشغالات للتكاثر فيها لإحتوائها على هرمون يفضله هذا الطفيل لذلك يقوم النحلين عند انتشار هذا المرض بالتخلص من حضنة ذكور النحل للتقليل من تأثيره وصلنا أحبتي إلى نهاية الفيديو ونهاية الحلقة نرجو منكم لإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتغعيل الجرس لتوصل بجديدنا لحظة بلحظة ترجمة نانسي قنقر